بثلاثة ورقات كنز رباني في بيت كل واحدة فينا أختي وانتي ما بتعرفيش الوصفة اللي غادي تخلصكم نهائيا وللأبد من شي حاجة اسميها التجاعد مهما كانت عندكم تجاعد مستحيلة وعنيضة تجاعد الجبهة تجاعد الوجهة تجاعد الفم وتجاعد الجسم غادي تخلي الوجيه ديالك أصغر من عمرك بعشرين سنة أقوى بوتوكس طبيعي في بيتك بأوراق النعنى غادي تزولي حتى التسبغات واحدة لو البشرة وتفتحي البشرة ديالك من أربع درجات إلى ما فوق غادي تخلي البشرة ديالك زوزاجية منذ أول استعمال وغادي تندمين عندما عمرك إذا ما جربت هاش ومهما كان حلمك مستحيل غادي تحقق لك الحلمة ديالك طبيعة الحالي هو دائما البشرة البيضاء الصافية اللي كتكون بدون تجاعد وبدون بقع فالمهم حبيبتي بنسبة المكونات ديالا غاست هما أوراق النعنى اللي متوفرين وموجودين في كل منزر بتبدرهم باش كي يزيد يعجبني هاد السيروم انه غير بجوش المكونات اللي هما النعنى زائد الماء فقط يعني بيضاء يزيدون ثالث أو رابع أو خمس مكونات فسهلا ممكن تبديها يعني حتى واحد المشارع سغورها كده في البيت ديالك تبديها كده تبيع هاد السيروم زوينين بأسمين من طبيعة حالة البنت لي معقولة أولا كتاخدي واحد الهام يشتري بحدي ديالك وكتبديها كده بشوية بشوية ان شاء الله حتى توصلي لهدف ديالك الكبير المهم بالنسبة لهاد السيروم اللي بنادي لأوراق النعناع والماغ غزال عرفتو كي عطر في واحد نسمة غزال اللوجة كي عالج التجاعد بمسيحة وحدة راكم شفتو سبارك الله النتائج اللي غا نقول لكم دابا قبل ما نمروا المكونات وتريقة تحضير عافكم غزالاتي انتم اللي كتشوفوا في دابا ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم باش هاد الفيديو زيدي وصل ويظهر عند بزفت البناس وحدين اخرين لانو تبارك الله بزفت البناس محتاجين في حالة لاغوستاد محتاجين يستفدوا ولكن للأسف كي اللي كتقول لك حتى الغداء بعد غداء من بعد غداء فليلأسف ما كتستفدش منه فالغنقول لكم غزالتي نوضو حيدو عليكم العقز وجربوا لي لاغوستاد ديال وريقة النعناع والماء المعجزة التحفى الاقتصادية وارخيصة كي ما كنقول ديما العلاج التجاعد وتوسط كيف صحيحة الوصولة تحفين ياللون البشرة المهم في الديه الكاثره المحجزة سوف نعضي ويرلمة مربع وايض من ماء ويرلمة سوف نضيف ورقة النعناع و تضيف ثلاثة سوف نضيف وايضة 몇 ستة سوف نضيف ويرلمة من ربطة شوفوا انتظهوا ليسون ماء لكي لا تكترون من الماء لكي لا تقللوا الماء هذه دائما قاعدة تكون معروفة وسوف نعضي كميات عادي وضعها في الكاسترول وضعها في الكاسترول وضعها فوق النار مهيلة حتى الـ 15 دقائق تغيير اللون أصفر يمكن احتبرته قليل لحسب كمية الوراق النعناع المضافة بالنسبة الوراق النعناع هي عشبة منسمة تعتر لنا الشيء المغربي في المغرب ولكن في دول أخرى دعونا اسم الوراق النعناع وما نحن في المغرب معروفين عندنا باوراق النعناع ولكن صراحة في الدول الأخرين ما عرفتش ما عرفتش اللي بنيشون الاسم فعفاكم في مصر الجزائر تونس ليبيا العراق إلى آخره من الدول العربية حبيباتنا واخوتاتنا الحمد لله فخليوا لنا الاسم ديال ورقة النعناع في جميع الدول العربية باش نستفدهم بعدياتنا المهم كما شفتوا هنا عندي ورقة النعناع اللي كنكون هكدا يمضيفهم في الماء غادي نغلد بالماء مع ورقة النعناع ومن بعد نشرح لكم الطريقة للتطبيق بأدق التفاصيل دياله إن شاء الله كما كتلاحظوا حبيباتي اخذت ورقة النعناع وضعتها فوق نار مهينة ثم تشوفوا النار لكي تعرفوا الدرجة دياله يعني أقل ما كان هو اللي وضعها في هدباي الكسر الكسر يعني ما زيدة عليها لأنه لزلت النار تقدر يتحرق لكم ذاك النعناع تشمو رحة الشياط يعني ما غاديش تكونوا استفتم مية في المية فأحسن حاجة بالنسبة لي أنا هي تغليوا المكونات على نظارها جمهيلة وعلى نار هي قليلة بزاف باش إن شاء الله دائما تكون نتيجة هي مرضية للجميع المهم هنا يقوموا مرة مرة نحركوا نقلبوا يعني كدو ديك الورقة النار ندهم و نجيبوهم دائما نحركوا وضعوا دائما اقوموا نحركوا دائما تغيير الماء بشيء إلى أغمق على هوك في بداية أضافة كمية كبيرة كبيرة تأعلون والنعنى لأضافة كمية قليلة فقط أجمل أغمق إضافة كبيرة نبس 7 أوراق النعناع و النعناع موجود في كل منزل و في كل منزل و أعجبني هذا الغابة موسمية في أي وقتها في أي وقتها و لا يوجد حراب السيروم يكونوا لأسف موسميين كنت نديرهم من فصل الشتاء أو غير فصل الخريف أو غير فصل الربيع يعني هذا العشبة فأنترى أن نستوكي منها حتى يلقاها مثلا في الصيف و يلقاها في فصل الخريف يعني ستكون عندي واجدة هذه الوصفة التي تديرها لطول العام يعني نعناع موجود يعني منزل للشيء المغربي يعني موجود بكثرة يبقى على الأعوام كاملة يعني طول العام من الصيف أو منش تحت الصيف ثمان ديالور بطب درهم لاغلى على مسكين الحمد لله موجود منزل عطر بجميع النسمات و النكات لحسب كل واحدة و شنو كاتبغيها البروج هالمعاشي هالملقمها بزيف بزيف تنكات مهم أي أوراق النعنى يعني ماشي بشرت مثلا شي نسمة معينة لي كتعجبه شيء حاجة اللهم يسترغع يكونوا فرشة البنات يعني يكونوا الطازجين ما يكونوا دابلين عندك فتلاجة و حد الزمانة و الجو الزمانات فما غا تكونش البشران مستهفدة منهم مية في المياه زي دانو هاد لاغوصتها البنات تزول حتى الحساسية إذا كانت عندك السفرار والبشرة التعبانة الدبلانة النعسانة يعني كتحسي بها فاتيق و خانتي بعض المرات تكون مدرتي حتى شيم جهود يعني كتكون عندك الدات يعني لا داخليين ولا خارجيين يعني فاتيق فاختيع ليك بهذا الزمانة زي نطبيت الحال تدمير التجاعي هذه الحاجة بينا و كذلك تفتحه تبييد وتوحيد اللون البشرة وتفتحه أربع درجات إلى ما فوق فالمهم هنا سوف نحرركم صافي أنا بالنسبة لي راها مزيان نطلعت الغالية يعني كل شيء هنتم مشتوها صافي سوف نجعلها تبرد و ندوز مباشرة لطريقة تطبيق هذه الزمانة معكم إن شاء الله فمن بعد كيف يبرد المحلول سوف يبرد تماما حبيباتي سوف ندوز مباشرة لكي نصفيه معكم سوف نأخذ هذه القرعة كيف بهذا الشكل حبيباتي هذا هو اللون المحلول أنا راها باهت ليست غامق لأنه ضرق كمية نعينه كان وقل فبتبئ للمرصة فاقع كثير سوف نأخذ البخاخ او رشاش سوف يتباعوها دواجدين ما بين 3 او 4 درهم خصوصا اللي سوف نأخذيهم عند الجمال خصوصا اللي سوف يتقاموا عليها بثمان قل وتبيعوا وتاخد تهي واحد لها كما قلت لكم البنات اللي هو معقول باش يسترلك ان شاء الله الله سبحانه وتعالى وزيدت افانسي بشوية بشوية وكنت مال اللي هو معقول باش سيدة تجيب لك واحدة اخرى المهم كما قلت لكم تاخدوا هذا البخاخ او الرشاش ونضفه الكمية ديال المحلول باستعانه بوحد نفيف باش كيسهل علينا الخدمة لا تعب لا مجهود هانتو ما ما كدفق حتى شي اقترا ولا جوج نهايين ما كدضعفتش حاجة مهم هذا هو المحلول ديال الوريقة النعنى فكتخلي بغير يبرد ديما تمسيه بليد تشوفيه وش برد الى برد المياه في المياه ممكن تبقيه وتوزعيه على اي بلاصة فيها تجاعيد وجهك عنقك يديك تحت الابطين ديالك اه بنفخادك الكوعي المهم اي منطقة عندك فيها سواد كحولية لاتاج حبوب او سيكاتريس تطبقيها وتخليها تنشف او لتجف على تلك المنطقة الناس التي تقول ليه وش حال ديال الوقت فالوقت يبقى اختياري على حسب لانو بعض المرات ممكن انا كنديرها 30 دقيقة بعد مرات انا كنديرها 20 دقيقة ولكن انا طريقتي الصحيحة كنطبقها جوش المرات في اليوم في الصباح مني كننغسل الوجيه ديالي كنطبقها ولكن ما كاننخرش للشمس كنبقها في الدار جاتني شيخرج على غفلة كندير الواقع الشمسي في الليل كنطبقها في الليل كنطبقها كسيروم للبشرات الوجيه ديالي وما ديالي طريقتي البنات اللي كي يسولوني عليها هي هادي طريقة صحيحة مليار فلمية زوينة ورخيصة واقتصادية اهم حاجة انها كما كان قولو بسفر درهم الى عندك ورقة نعناع الى عندك الماء فقط يعني غير اوراق النعناع والماء فهي سهلة وبسيطة في متناول الجميل بخيب عليكم هادي الوين هادا صفا ولكن رأى امر طبيعي وعادي يعني رأى بحد المسيحة كي يغبرو ذوك التجاعيد كما هو موضح في الفيديو اللي خليت لكم في البداية انا كنحاول نكتر ما كان قللش نهائيا كان كتر دائما المحلول ديال اوراق النعناع وكان بدأوا اندهنه بحالة كينة واحد المصاج خفيف كالدهني الدهني الدهني مزيان مزيان حتى تمتصلك اللوجية واللعنية وليدي داس ديالك هاداك المحلول وما البناس هذه الطريقة ديالي الصحيحة في علاج التجاعيد كما قلت لكم كان ديروا في الصباح وفي الليل مني كان بغناز البنات لا يقولوا لي وش كان دومي علي مدى الحياة فصراحة الله انا كنديروا مثلا بالوقات اللي كيكونوا عندي تجاعيد تسبوغات لتاشحبوب انفو ما كتبقى فيه اش حاجة كنحبسها لانو سبارك الله كيكونوا عندي بزافة السيرومات وفهم يمكن صراحة ندير كل شي يوميا فكنديروا مني كيكونوا عندي المشاكل مني ما كتبقى تشي مشكل كنحبسوه حتى كيرجعوا مثلا مشاكل لعد كنعود تاني ندير هاد السيروم دي الورقات انعنا وانا بس كده ان شاء الله رغير مني غتستخدمي واحد اول وثاني وثالث استخدام غتنسى لي اختيش حاجة سميتا تجاعيد حاجة سميتا كيما قلت لكم البنات الزروقية الكحولية را كدرتها تحت الابطين بلتخدين اي منطقة خارجيين ممكن تبقى فيها ماشي غير هواء داخليين لا باش تعرفوا دائما خارجيين تحطي على اي منطقة وبصحتكم وراحتكم حبيباتي كان هدا هو السيروم المعجزة اللي غير بثلاثة ورقات ميناء النعناع غير قضي لي كلاش حاجة سميتا التجاعيد وحتى التسبوغاس وحتى التلاتاش وحتى الحبوب اختي اشنو بقى مازالة باغا فهذا فيديو زوين خفيف دريف اقتصادي وبسد فنتمنى يوصل عند بزفة لبنات ليك يسولوني دائما في تعليقات على وصفات التفتيح والتبيض او العلاج التجاعيد نتمنى انه يوصل لكم وما تنسوناش من اللي اللايك حاولوا تكتروا منهم باش ما كترتوا منهم باش ما كتزيدوا تشجعونا على المزيد من الاشياء الايجابية والفيديوهات زوينة ورخيصة وكما كان قولوا احنا هي الممتعة شوفوا ما شاء الله شكل ديالو كيفاش دير واللون والنسمة انتم ما شميتوش هالبنة النسمة يا سالة ما تكرواش تشربوها البنس ما شاء الله بحكم انه ريحة ديالو حتى النسمة ديالو تهيئة زوينة وحاضرة وبقوة فبصحتكم وراحتكم ما تنسوناش غزالتي من اللايكات حاولوا تكتروا منهم باش ما كترتوا منهم باش ما مزيان باش ما كتزيدوا تشجعونا على المزيد من الاشياء زوينة ورخيصة واقتصادية شاركو في القناة فعلا وزال جرس و Loch Marc انطلق معكم طبيaga حالي بدوري في فيديوهات مقبلة السلام عليكم